ملعب البلدية ملعب البلدية تكون باستعدادات كبيرة في هذا الاتجاه من أجل إتمام الأعمال المدنية اللازمة لهذا الملعب بالإضافة إلى محيط هذا الملعب والكل يشاهد ماذا يجري هناك في هذه الساعات الحاسمة حيال هذا الموضوع بالإضافة إلى إعداد مهبط للطائراء التي سوفت كل السيد جوزيف باتر لمدينة الطول كريم إن شاء الله وذلك يوم الأحد القادم طبعا هذه الزيارة هي مهمة لشخصية مهمة كبيرة مسؤول الأول عن كرة القدم العالمية هو للمرة الأولى بيزور فيها محافظة طول كريم مشان هيك هي إن شاء الله رح تنكر الرياضة الفلسطينية للأمام لأنه هو الرجل الأول في الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جوزيف بلاتر اللي منعمل طبعا منه هو دائما داعم لكرة القدم الفلسطينية اللي منعمل منه في مواصلة دامه وهي رح تعمل إنعكاس كبير زيارته على كرة القدم الفلسطينية وخصوصا في البنية التحتية اللي هو جايه يفتتح ملعب بلدية طول كريم ملعب الشهيد جمال غانم وأيضا هو أيضا جايناكس جميع المعوقات اللي بتكون فيها سلطات الاحتلال تجاه الرياضيين الفلسطينيين اللي منعمل إن شاء الله في المستقبل القريب إنه كل هاي المشاكل اللي بتعمل إعاقة على تطوير قرة القدم الفلسطينية إنها تزول وأيضا في عدة مشاريع تنموية وتطويرية رح يقيمها في فلسطين اللي منعمل هو مثل معاهدنا في السابق وفي المستقبل إنه الرجل الأول الدعم لقرة القدم الفلسطينية من أجل تطويرها